اهلا بكم متابعي البوابة نيوز معكم ايمان العماري مراسلة موقع البوابة نيوز في محافظة الاقصر النهاردة احنا في منطقة الشيخ ابو الجود بمحافظة الاقصر معنا حكاية اغرب من الخيال حكاية عم حسن اللي اكتشف بالصدفة انه هو غير موجود في اوراء الحكومة وانه متوفي يعني من حوالي 13 سنة بالصدفة وهو رايح ينتخب فلاقى ان اسمه مش موجود في الانتخابات وبعد كده بدأت رحلته المريرة في اثبات انه هو مش متوفي طبعا ده اثر على حاجات كتيرة خاصة بالتموين وبالمعاشة اللي كان بيصرفه فمعنا النهاردة عم حسن اللي هو عم حسن مصطفى عبد السميع عنده ولدين وثلاث بنات ومقيم في منطقة ابو الجود نهاردة عايزين ندخل نشوف حكايته ايه زيك يا عم حسن مساء الخير ممكن تحكينا حكايتك النهاردة والله انا من قبل الثورة بحوالي شهرين ثلاثة وانا ما عنديش اي فكرة ولا اي معلومة في الدنيا اللي خلقها رب راح اشتغل في حاجة اسمه انتخابات العضاء في اليام اللي هي بق فيها في نفس الثورة هي كانت فكرها انا دي فروحت انتخب عم فروحت انتخب لما جيت انتخب راح ايه ضربوا عالكم بيوتر قولوا لي انت صاقت انت ميت يا عم الحاج كيف ميت قال ايوه انت مكتوب عندينا حسن مصطفى عبد السميع ميت وروحوا ممشيني هم ممشيني جيتنا لعيالي بقولهم يا عم كيف انا ما يشوفوا لي الدنيا والدي اهمل شوية يعني ماخدش يعني ريام فترة كده والدي يتحرك قلت له والدي بكرة وبعده لو امت والدي تاجي تطلع لي تسريح ازاي وانا مكتوب ميت بس فانا ازاي اموت وازاي ميت وعلى قيد الحياة راحوا برضو حصلت مشكلة في الشارع رحت اطلحت البندر خدوني من ضمن الحكومة تعالي حاجة عشان انت راجل كبير عشان خاطركم يمكن نسمحوا مش عارفين رحت هناك خدوا اسمهم جوا يخطوا ياخدوا اسمي ضربوا على الكمبطر برضو لو قياني ميت رحوا قالوا عم انت لا تبارك الله فيك اش هنقدر نتحمل مسئولتك انت روح ومشوني من البندر برضو رحت مكتب التومين بتاع المعينة العيالي برضو اتكتبوا عليه ضربوا على الكمبطر قياني انا ميت وتعالي ساعتك دلوقيت اوديك مكتب التومين اوديك لبتاع التومين اوديك ليه حد يضربوا على الكمبطر انا متوفي وانا على قيد الحياة ازاي انا متوفي وانا على قيد الحياة وعاز اشوف له حل عشان خاطر عنه وبعد كده باخد كنت عمك معاش باخد سبعمية وخمسين ثمانمية الله واعلم والله ما كنت عارفة عدة ام محمد البيت عدة معاش ابو ايه عشان انا على باب الله يعني يعني يعمك من يومي ما معيش لشغله ولا مشغله اها بين الله الله وحضرة النبي بس فراح ارمحوا عليه جماعة حبايب يعني يشكروا يعني محبين زي حلاتكم راحوا جابولي ايه جابولي المعينة بتاع تابوي خدت لها اكتر من ثلاثة حوالي سنتين ثلاثة بقبط فيها جيت من يوم وخمسة وعشرين اناير الخفلقة داي الله لا جابه ولا عاز اشوف حاجة اسماء وخمسة وعشرين جيت يوم ايام هذي راحوا جاء وقالوا اه اه جيت تروح اقبط قالوا لا عم انت مية انت شلت ووقفوني عمك لغاية دولك محد لغاية دولك لباخد جنيه من حقومة ولا باخد جنيه من اي حد ولا عيالي غير فضلة على الله ورزقيا ورزقيا حوالاتي والوليها بتسعي جابت لها شوية كاراتين على كاراتين بتبيع في الشارع ومشي البيت وبلادي توي اللي ربنا اكرمه مع شغال مكانيك بعد ما تعبت وضلعت ايمان ابو ينافيه ايه هو اللي مساعدنا بس ادي مساعدة من عند ولدي والولي المشكلة بتاعتك بدأت من الفين من الفين من وقت الصورة دي تلتاشر سنان هذي وانا متوفر ولا باصرف تومين ولا باقبض معاش ولا باخد ممكن لو قلتلك راحت اي بلد اي حكومة يقولك التميت بس ادي عمك ساعدت الموضوع ازاي يعني جماعة حبائب زيكم قالوا يا عمي اسعي رحت مكتب التومين رحت مكتب التومين عاز ورق منو يثبت يا نبي ميت قال لك لا انت تطلع على مصر رحنا مصر ولدي ودي ورق مصر ومصر جاء بطول اكسر هنا تاني حاليا نقولك ولدي عامل ورق من هنا ابن اسحبائب زيكم وبعتوا على مصر بس ولغا نقولك ما ردش لغا نقولك ما ردش الورق بس هذي اللي اكسدونا رحنا ما خلناش مش مخلي ولدي علي ولدي مش قاعد ساكن خايف من بكرة افرض الله لا قدر موت انا حاليا نقولك انا حي وانا موت حاجبوا لي تسريح من فين وشاندوه حيالي معاي ولدين تبارك الله ليك يا بتي ومعاي ثلاثة ابناء من ضمنهم ولدين واد وابتين متجوزين واد وابت مش متجوزين وانا هو المر ومعاي المره برضو تعبانة تعبانة بعد عنك جاء لها دور ما اعرفش من اي داية دا كمان لما اخذ عملنا العملية فراسها وطلعنا راسها وركبنا راس غير راسها اكتشفوه هي هنا ودنالة دا كاترة وطلع دين ابونا بس اي حصل لها اي حصل لها اي بعيد عنك راحة داكتورة معاي هنا دا لو ما اخذها هي لو قاعدة حتفصلك اكتر مني انا عمك مش برمح وهي ولدها وعيالها اللي بيرمحوا بيه معاها رشتات من جميع دا كاترة خلقها ربنا من عصوان ومن اللماخذة من العرمان ومن قصر العيني ومن التانى دي المستشفى الكبيرة اللي في مصر برضو رحتها ها على حسابنا بنجيبوه على حسابنا اقل العلبة والله بربعمائة وخمسمائة وستمائة العلبة الدواء استنى حاورها لك دلوك دلوك حاجبارك اكو مالك انه يقول لها يا زينب وبعايب بتي برضو شايلينها من التومية هاتي لها كيس اللي فيه الدواء بتاع انك تهمك الكيس اللي فيه الدواء العلب كله دقيقة مهم بس طبعا هنا انا ما عرفش يعني ولا عارف رأسي ولا رجل افرط بكر الله لا قدر توفيت عشان دلعيالي وراي ولا يخلوني في البيت دي اللي عايز اشيله يعني ازاي كيف متوفي واجي اتوفى عايز يضل عني تسريع عشان يضل عني اقعد لهم في البيت داب ازاي تاجي بس ادي اللي عايز اوصلك والولية ما قولكيش ام احمد ديها جبتها مني جابتها من السف استلفني هاد دا لو ما غزعتكم خليشوف اه بصي دا كله على عصاب اه اه دا كله اقافنا هي ازغننا في علبة ازغننا اه كاتكه ازغننا قوي والله والله هاب fourةD150 كل 15 يوم والله هاب four Lee Pen could do 15 يوم طيب أنا حاقوبهم من Summit انا حاجيبهم منaces وانا وانا راجل ميت ومسابتين اني ايا ايا cũng ادوفي من يوم ما قدفيني متوفي لا اباخد من الحكومة ولا باخد من اي شيء خلقها ربني وقادي الجران كلها الشارع برا يقول لك حسن متوفي الشارع برا يا ابو حسن مين ومسميني حسن كمان كلمة حسن مجنون ما لي بيها كلمة مجنون ولا الجن ولا العاقل ياريت مجنون بس يتخلوني حي في الحكومة والله العظيم كله ده تتفركوا من فلوسكم من فلوسنا الخاص كله ده كلمة مجنون مش منجيب معناها ما فيش ومن فلوسنا سنجيب انا من فلوسنا سنجيب دروك قول لديك على اول طال عادينا ابو والله العزيم يا محمد طال عادينا ابو يا شيخ وانا شفقان على ولدي برضو يعني حيشيل بيتو بعويلاتو ولا حيشيل نعنى يعني حرام برضو المساعدة حلوة يعني قرشيني انا اللي كان يجو كان يسطروا شوية في شوية المياه في شوية النور شايل منه هم شوية لكن دولك مفيش دولك كله على محمود دولك محمود اللي شايل الدنيا دي كله بنقول تبارك الله وربنا يخلونا وخلي الاعويلات ما قلناش حاج ومعاي واحد ما قدبتش عليك وكل دقيقة في السجون وتعبني مش حا قدب عليك اقولك مش تعبني لا تعبنا كلنا حتى العيل اللي في امه ده يكون هو السبب بس نصيبنك لازم يطلع واحد كده في البيت ومعاي بتي بردو مش مسجلة في التومين زينب النهاردة لها اكثر من كزا السنة بردو مش بيصرفو لها التومين مع اخوه قدبلك عارف البطاقة فيها مين احنا كونا فيها خمس ستنفار عارفة فيها مين فيها احمد وامه بس زينب مش محسوبة زينب مش محسوبة نزلينها بردو سقطينها ايه وضع الحكومة دي بطالب عايز اشوف انا انا فين اول حاجة وثاني حاجة بطالب كيف انا كنت محتاجة فلوس ولبيتي ولعلاجات لمرتي وانا محدش مديني جنيه من الحكومة اب ازاي وانا من وقت ما قلتلك من وقت ما توفق مشان من كل حاجة من معاشة من كل حاجة حتى ما عايش مشان مشان دل فيه طوي رحت ودني ودني الاجتماع اللي فيه الشؤون ده اللي هو عند المتشفى التأمين الصحي رحت هنا برضو رحت وراي الدكتور الدكتورة اللي فيه عبير سيبك من متوفي قالك انت انت صبي روح قالك المعيشة طب من فين حاجة بالمعيشة انا وانا في السن ده يعني انا لو انا شباب ماشي كان انا عدت فوق ال 63 سنة دلوك دلوك حقوم اضرب بطرية انا راجل فاعل حقدر اشيل طوارد الوقت ولا اقدر اشيل طريق لك وما اشف عبه ربنا اهل البيت عشان مكدبش عليك انا اهل البيت وربنا هم اللي ترميت عليهم اللي قام دي اه لي اكتر من خمس ست سبع سنين مرمي والله العظيم لحتى بيتي هاجروا مش هكلم مش هكدب عليك يا بدي والله بيتي الناس كله التسعة بيتي هاجروا اخري هنا نومي واكلي شربي في العطي دي والله كرهت نفسي اكتر من كده في تاني في حد يكره نفسه والله كرهت نفسي والله ما قادر اطيقه اقعد مع عيالي هقعد مع عيالي بسببها لو بصرف لو ماخذة لبصرف ولا بطلع من جيبي فلوس عشان يديهم يرضي ربنا يرضي ربنا زيبك من بتي بتي يقولي تومين ومذخور وانا انا راجل البيت اصرف ازاي ما انا عرفش تشابه اسمع اسم معها اسم اللي طفة واسم الام واسم الام مع بعضيهم ما هو ولد الام ع الاسم ده قالك الاسم مطابق طب ازاي في ام طب اسمين صدفة دي ممكن طب اسم طب خلوني انا الحي زي الميت يرضي ربنا ما شوف يا بتي الله حاجة توصلولي الله يصرك يا رب انتو حبيبنا اه والبركة فيكم اه دي كانت مشكلة عم حسن عبد السامية اه اللي اه متوفي في اوراق الحكومة وهو على قيد الحياة واحنا هنا برضو معنا جيران عم حسن ممكن يحكولنا هنا في شارع منطقة بالجود يعرضو لنا برضو مشكلة عم حسن معنا ممكن حضرتك زينب حسن عبد الرحيم ساكنة انا جنبه بالضبط ونسيبنا يعني واخد بتي بتي بعد كذا يعني حازبين وميت يعني ولا بتي بتاقض بطاقة ولا حاجة لما تتجوز ما تقدرش تاقض بطاقة اه من زمان الصراحة مش بيلقوا علاج يجيبوه الصراحة ولا حاجة يجيبوه بس يا بتي يعني الراجل عايز بطاقة تطلع له تطلع لبته لما تجي تتجوز لما تجي تتجوز تلقى لبطاقة بدلا ما تتجوز يا بتي وهو الراجل قاعد في عب الله يعني هما البيت دولو سايروح ام هاشم سايروح السيدة زينب اي حاجة يا غادة خدي لا تعالي بس تعالي دقيقة بس يا بتي يعني فعايز يعني الراجلي عروف في المندرة هنا انه اوراق وشق طوش ايوه ومش موجود يا بتي فعايز ربنا يديله بطاقة تطلع له اسم يطلع له عشان لما يتوفع يا له ما يحتزوش يعني ولا ما يلقوش بطاقة لي ولا البتو دي الكبير يعني حتي تتجوز ازاي اه راحة اصوان وكان شافت عند الدكتور ده اللي باجي في التليفزيون وقال لها العلاج بكرد كذا قلت له اجيب من فين اخوها معاها اخي يعني عاجز وردي بعيد عنك فتح لدو كانت ساعة ببسيط وبعد كده ما لقى يشتان يا بتي والله بس يا بتي اه ربنا معهم يعني يتولاهم يا بتي والله هو ولده المتجوز في يوم وما بيش يعني ربنا يتولانا يتولاهم يا بتي اه يا بتي شكرا لحضرتك معاكم متابعي البوابة نيوز عرضنا النهاردة قصة عم حسن مصطفى عبد السميع اه اللي مكتوب او اللي متوفى فيه اوراق الحكومة من 13 سنة تحديدا اه عندما اكتشف اه عدم وجود اسمه في اوراق الانتخابات اه ومن هذا التاريخ اه سقط اسمه من اوراق التموين ولم يحصل على معاش من الدولة من منذ هذا التوقيت اه بيطالب بإثبات وجوده على قيد الحياة مرة اخرى وبيطالب كمان ان هو اه مساعدته في الصرف على مرض اه زوجته اللي تم اكتشافها اه يعني مرضها بمرض نادر منذ 13 سنة ايضا اه 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 احنا برضو حدها تاني حي اه يثبت لنا من الجيران عم حسن يثبت لنا ان هو المعاناة التي يعاني منها ايه هو مكتوب متوفي وخدوه قبل كده الحكومة وطلعوه تاني برضو ان هو عشان متوفي اه ازاي ان هو متوفي يعني هو هواتي الشخص قدامك وامراته تعبانه وعياله وفامه ما بيقودش اي حاجة بس احنا بالناشد الدولة لو فيه اي اجراء يتم لاعادة قيد عم حسن مرة اخرى وصرف علاج لزوجته النهاردة عرضنا قصة عم حسن في منطقة ابو الجود بالاقصر وكانت معكم ايمان العماري مرسلت البوابا نيوز في محافظة الاقصر ننتقلكم على خير دمتم في امان الله شكرا